اعلن السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية انطلاق المرحلة الاولى من رحلة تطوير موقع البوابة الوطنية وذلك بتدشين النسخة التجربية من الواجهة الجديدة والمحسنة لموقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين واكد القائد ان مشروع تحديث البوابة يعد من المبادرات التي رفعتها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الى اللجنة التنسيقية والتي اقرتها وسيتم في ضوء ذلك تحديث الموقع والمحتوى لتحسين تجربة المستخدم وتحديث البنية التحتية وتخصيص خدمات الموقع وتفعيل المشاركة الالكترونية واشار الرئيس التنفيذي لهئة المعلومة والحكومة الالكترونية الى ان تطوير شكل البوابة واتاحة الخدمات والمزايا الجديدة عليها ستتم بصورة تدريجية وعلى عدة مراحل حتى مطلع العام المقبل وبما يتماشى مع معايير الامم المتحدة لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الالكترونية مبينا ان من ابرز مزايا اطلاق النسخة التجربية من واجهة البوابة سهولة الوصول الى المعلومات والخدمات الالكترونية وتوفير خاصية ادارة الملف الشخصي للمستخدمين وتوفير تجربة الاستخدام الموجه للهواتف الذكية مع زيادة الطاقة الاستيعابية والسرعة